مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب المرحلة الثانوية الصف 11 المصار الأدبي مع لقاء يتجدد ومادة التاريخ والوحدة الأولى العصور التاريخية موسيقى عنوان درسنا اليوم بعد إجراء العمليات الحسابية التالية سوف تتوصل عزيزي الطالب إلى عنوان درس اليوم بعد إجراءك للعمليات الحسابية يتضح أن عنوان الدرس لهذا اليوم هو عصور ما قبل التاريخ أهداف الدرس يتوقع من الطالب نهاية الدرس أن يذكر ملامح العصر الحجري القديم يوضح ملامح العصر الحجري الحديث يستنتج ملامح عصر المعادن أعزائي الطلاب النشاط الاستهلالي كن بفتح الكتاب صفحة 39 وقرأ الفقرة القاصة بعصور ما قبل التاريخ لكي تستطيع الإجابة على هذا السؤال الذي أمامه لماذا يصعب علينا التعرف على ملامح عصور ما قبل التاريخ؟ يتضح لنا من الفقرة التي أمامكم والتي سنقرأها سويا عصور ما قبل التاريخ تعرف عصور ما قبل التاريخ بأنها تلك العصور التي سبقت اكتشاف الإنسان الكتابة قبل ثلاثة آلاف ومائتي عام قبل الميلاد ولما كانت دراسة العصور التاريخية تعتمد على النقوش والوثائق المدونة فإن عصور ما قبل التاريخ تعتمد على ما تركه الإنسان الأول من الآلات والأسلحة والأدوات المختلفة وأطلال المساكن والمقابل بعد قراءة الفقرة نجب على السؤال لماذا يصعب علينا التعرف على ملامح العصور أو عصور ما قبل التاريخ تكون الإجابة بسبب عدم اكتشاف الكتابة في هذه العصور هيا بنا للهدف الأول وستكون استراتيجيته التعلم بالصور أن يذكر ملامح العصر الحجري القديم تذكر عزيزي الطالب أن تاريخ العالم ينقسم إلى قسمين عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية هيا بنا لنبدأ بعصور ما قبل التاريخ يتضح من الشكل الذي أمامكم أن عصور ما قبل التاريخ هي العصر الحجري القديم العصر الحجري الحديث عصر المعادن العصر الحجري القديم بدأ مع ظهور الإنسان واستمر إلى الألف العاشر قبل الميلاد أما العصر الحجري الحديث فيمتد من الألف أو من العام عشرة آلاف قبل الميلاد إلى العام أربعة آلاف قبل الميلاد أما عصر المعادن فيمتد من الألف الرابع قبل الميلاد حتى معرفة الكتابة عام ثلاثة آلاف ومئتي قبل الميلاد هيا بنا أعزائي الطلاب نستنتج من خلال الصور ملامح العصر الحجري القديم ومن الصورة التي أمامكم يتضح لنا أن الإنسان المصري القديم صنع آلاته وأدواته في العصر الحجري من الحجارة حيث تم صنع الأدوات بشكل يتلاءم مع قبضة يده مثل الفأس والسكين والمطرقة لكي تساعده على ظروف حياته المختلفة من الصورة التي أمامكم أيضا يتضح لنا ملمح آخر من ملامح العصر الحجري القديم ألا وهو أحسنتم الصيد وجمع الثمار حيث كان الإنسان دائم التنقل للبحث عن الطعام فاعتمد على الصيد وجمع البذور والثمار والالتقاط وفي الصورة التي أمامكم نستنتج أن الإنسان اكتشف أحسنتم النار ساعدته النار ومكنته من اتقاء البرد فرودة الجو وقللت من خوفه بقهر الظلام وأيضا خوفه من الحيوانات المفترسة وأيضا تعلم من اكتشافه للنار طهيه لطعامه وتمكن من صناعة الفخار والطوب بعد ذلك هيا بنا نجب على هذه الأسئلة السؤال الأول عرف الإنسان المصري القديم الكتابة حوالي عام؟ أحسنتم ثلاثة آلاف ومائتي قبل الميلاد سؤال آخر بما تفسر تسمية العصور الحجرية بهذا الاسم أي لماذا سميت العصور الحجرية بهذا الاسم وتكون الإجابة لأن الإنسان صنع أكثر أدواته من الحجارة واعتمد عليها بشكل أساسي في جميع أمور حياته أما السؤال الثالث لماذا يصعب علينا التعرف على ملامح العصور ما قبل التاريخ؟ فقد أجبنا عليه سالفا لأن هذه العصور سبقت اكتشاف الإنسان للكتابة غلق الهدف الأول صفحة أربعين من الكتاب المدرسي هناك سؤال ما أهم ملامح العصر الحجري القديم؟ أحسنتم صنع الأدوات من الحجر اكتشاف النار الاعتماد في الغذاء على صيد الحيوانات الهدف الثاني أعزاء الطلاب وسيكون استراتيجيته التعلم باللعب أن يوضح ملامح العصر الحجري الحديث من خلال الشكل الذي أمامكم عزيزي الطالب استعم بجدول الرموز لتصل لملامح الحياة في العصر الحجري الحديث ويمكنك عزيزي الطالب الاستعانة بالكتاب صفحة اثنان وأربعون النشاط من خلال الرموز التي أمامكم استبدل الرمز بالكلمات التي تدل علي لتصل إلى ملامح الحياة في العصر الحجري الحديث يتضح لنا من الرمز الأول أن كلمته هي اكتشاف ومن الرمز الثاني الزراعة ومن الرمز الثالث و الرمز الرابع استئناس الرمز الأخير في الجملة الأخيرة الأولى الحيوان فتكون الإجابة اكتشاف الزراعة واستئناس الحيوان أما في الجملة الثانية عند استبدال الرموز يتضح لنا أن الكلمة الأولى هي ظهور والثانية هي بعض والثالثة الصناعات والرابعة وقيام أما الأخيرة التبادل التجاري فتكون الجملة ظهور بعض الصناعات وقيام التبادل التجاري أما الجملة الثانية بناء المساكن والاستقرار وظهور المجتمع القروي العصر الحجري الحديث امتد هذا العصر من عصرة آلاف إلى أربعة آلاف قبل الميلاد وعرف فيه الإنسان الزراعة واستأنس الحيوان هيا بنا سويا نتطرخ إلى أو نتعرف على ملامح العصر الحجري الحديث الزراعة واستئناس الحيوان حيث اضطر الإنسان نتيجة انتشار الجفاف إلى الهجرة والبحث عن موارد المياه وعندما توصل إلى موارد المياه عزيزي الطالب اكتشف الزراعة وبدأ ينتج غزاءه بدلا من جمعه والتقاطه وأيضا تعلم استئناس الحيوان وتربيته بدلا من صيده أما المنح الثاني ظهور الصناعة والتبادل التجاري حيث عرف الإنسان في هذه المرحلة صنع الأدوات والأسلحة الحجرية كالخناجر والحراب والمقاشة من حجر الصوان وغزل ونسج الكتان وانتاز بوجود تبادل تجاري بين القرى خاصة في وادي النيل الملمح الثالث بناء المساكن بعد أن تعرف الإنسان القديم في العصر الحجري الحديث على الزراعة والسناس الحيوان ثم صنعت الأدوات والتبادل التجاري كان لابد من الاستقرار وبناء المساكن حيث أدت حياة الاستقرار بدلا من حياة التنقل المستمر إلى ضرورة التفكير في إقامة مسكن للاستقرار ثم بعد أن حدث الاستقرار بدأت ظهور المدن ثم المجتمع القروي حيث استقر الإنسان في مساكن وتجمعت هذه المساكن في الكرة فظهر المجتمع القروي ثم تجمعت هذه الكرة فظهرت المدن معلومة إثرائية بكتابك صفحة 43 ابحث عن حرف ما زالت مستمرة منذ العصر الحجري الحديث حتى عصر الحالي ووضح كيفية تطورها ووضح كيفية تطورها تكون الإجابة كالتالي الحرف التي ما زالت موجودة هي بناء المساكن التي تطورت من مزنازل بسيطة من الطوب اللبن إلى مبان شاهقة الارتفاع ومتطورة بعد أن كانت مباني بسيطة مصنوعة من الطين أصبحت الآن شاهقة الارتفاع ومتطورة هيا بنا نجب على هذه الأسئلة ان تبدأ العصر الحجري الحديث حتى عام أحسنتم أربعة آلاف قبل الميلاد سؤال آخر عدد ملامح العصر الحجري الحديث الزراعة والاستئناس الحيوان بناء المساكن ظهور الصناعة والتبادل التجاري الاستقرار وظهور المجتمع القروي أما عن السؤال الأخير ما النتائج المترتبة على ممارسة حرفة الزراعة في العصر الحجري الحديث إنتاج الغذاء واستئناس الحيوان وتربيته غلق الهدف الثاني عزيزي الطالد توجه إلى الكامل صفحة خمسة وخمسون السؤال الثالث رقم أربعة ما النتائج المترتبة على ممارسة حرفة الزراعة في العصر الحجري الحديث ما النتائج التي ترتب عليها إنتاج الغذاء واستئناس الحيوان وتربيته الهدف الثالث عن طريق الحوار والمناقشة عزيزي الطالب استنتج ملامح عصر المعادن عصر المعادن عصر المعادن يتضح لنا أنه يبدأ أربعة ألاف قبل الميلاد ويمتد حتى معرفة الكتابة إذ خرج الإنسان من نطاق قريته وأخذ في البحث عن إمكانيات ملدية جديدة في البيئات المحيطة فتمكن من صهر المعادن وطرقها واستخدامها في صنع الآلات إلى جانب الأحجار مثل النحاس والرصاص هيا بنا نتطرق إلى ملامح عصر المعادن كما تروا كثرة التلوين والزخرفة ازدياد القرى الزراعية وتطورها إلى المدن التاريخية ظهور فكرة الاستثمار تصدير فائد الإنتاج من الغذاء تصدير فائد الإنتاج من الغذاء هيا نكمل مقطة آخر عصر المعادن العصر النحاسي ينقسم إلى ثلاثة العصر النحاسي العصر البورنزي العصر الحديدي بعد قراءة الجدول عزيزي الطالب صفحة 43 أجب عن الأسئلة التالية أي أنك بعد أن تتوجه إلى كتاب صفحة 43 وتتابع الجدول الموجود بالكتاب أجب عن هذه الأسئلة كالتالي ينقسم عصر المعادن إلى ثلاثة عصور وضح ذلك ما اسم العصر الذي تم اكتشاف فيه معدن النحاس سمات العصر البورنزي ما أهم سمات العصر البورنزي عدد سمات ومميزات العصر الحديدي هيا بنا نجب على الأسئلة من خلال التعرف على ملامح عصر المعادن رقم واحد العصر النحاسي توصل الإنسان إلى استخدام النحاس في منتصف الألف الخامس قبل الميلاد وكان استخدامه في البداية قليلا ويفسر ذلك قلة المصنوعات النحاسية التي عثر عليها أما عن العصر البورنزي فاكتشفت فيه السبائق وقام بخلط وصهر القصدير مع النحاس وسمي بالبورنزي لاستخدام البرونزي لكثرة في صناعة مستلزمات الإنسان وأدواته واستخدم في صناعة الأدوات لأنه أكثر حدة وعمرا من النحاس العصر الحديدي كان هناك انتشار كبير لاستخدام الحديد وأصبح بديلا للبرونز واستعمل بسبب وفرطه ورخص ثمنه فاستخدم في صناعة الأدوات الحربية والزراعية التي يستخدمها في حياته اليومية والآن هيا يا بنا عزيزي الطالب نجب على هذه الأزئلة السؤال الأول يبدأ عصر المعادن قبل عام أربعة آلاف قبل الميلاد أحسنتم عدد خصائص عصر المعادن كثرة التلوين تصدير فائض الإنتاج من الغذاء زياد القرى الزراعية وظهور فكرة الاستثمار غلق الهدف الثالث والأخير بعد التعرف على بعض المعلومات عن عصر ما قبل التاريخ هيا نحدد اسم العصر وخصائصه والفترة الزمنية بناء على شكل التنظيم المجتمعي في عصر ما قبل التاريخ من لسبة له عندما سكن الإنسان الكهوف كانت الفترة الزمنية من ظهور الإنسان إلى عشرة آلاف قبل الميلاد وكان اسم العصر العصر الحجري القديم وصنع فيه لإنسان أدواته من الحجارة واعتمد على الصيد وجمع الثمر أما عن نمو المدن فكان من الألف أو كانت منذ الألف العاشر قبل الميلاد إلى الألف أربعة آلاف قبل الميلاد وكان اسم العصر العصر الحجري الحديث واكتشف فيه الإنسان الزراعة ومناء المساكن وظهور الصناعات ظهور المدن كان منذ الألف العاشر قبل الميلاد إلى الألف الرابع قبل الميلاد وكان هذا العصر والعصر الحجري الحديث حيث اكتشف الإنسان الزراعة وبناء المساكن وظهور الصناعات الختامي مجموعة من الأسئلة وكما قلت لكم سابقا ينبغي عليك أن تحضر دفترك وتدون هذه الأسئلة ثم تستمع مرة أخرى إلى شرح الدرس من خلال الفيديو وتجب على هذه الأسئلة بنفسك لكي تتمكن من فهمك للدرس السؤال الأول عدد ملامح العصر الحجري القديم من يتأجل مترتبة على ممارسة حرفة الزراعة في العصر الحجري الحديث؟ لماذا يصعب علينا التعرف على ملامح عصور ما قبل التاريخ؟ وإلى هنا أعزائي نكون قد توصلنا إلى نهاية الدرس اليوم أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية